تبددت أمال شركة صناعة الطيران الأمريكية بوينج بإعادة عمل أصول طائراتها من نوع ماكس 8 بعدما رفضت هيئة السلامة الجوية في الولايات المتحدة منح الشركة الترخيصات اللازمة قبل العام المقبل للاستئناف تحليق هذا النوع من الطائرات القرار يأتي بعد أعلان رئيس إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية بأن حاضر ماكس 8 قد يستمر فترة أطول مما توقعته الشركة معللاً القرار بأن إدارته تضع السلامة المطلقة ضمن الأولويات لا أستطيع تحديد موعد محدد متى يمكن لهذه الطائرات العمل من جديد إن فريقنا يعمل عن كثبين مع السلطات الدولية ومع فريق بوينج بشكل جدي نظراً لأن السلام على رئيس أولياتنا لا توجد خطط لتأكيد إعادة العمل بطائراتنا ماكس هذا العام لكننا نتوقع إعادة التأهيل في ديسمبر ومن المحتمل أن تكون الخدمة مقتصرة على طائرات الشحن بحلول نهاية يناير عملت بوينج جاهدة على إعادة هذا النوع من الطائرات إلى العمل الجوي بعد تحديثها وإضافة برامج متطورة على نظام السلامة فيها وإجراء تدريبات لطيارين من مختلف أنحاء العالم عليها لكن قرار هيئة السلامة خيب آمال بوينج التي كانت تسعى للحصول على الموافقات اللازمة خلال شهر نوفمبر الماضي أحد كبار المديرين السابقين في شركة بوينج قال أنه حذر مراراً وتكراراً المديرين التنفيذيين للشركة من مشاكل الإنتاج في المصنع الذي يتم فيه بناء الطائرات من نوع ماكس 8 لكنه تم رفض توصياته بإيقاف الإنتاج كان هناك 13 حادثاً آخر يتعلق بسلامة الأجهزة الخاطئة أو أنظمة أخرى في طائرات بوينج العديد منها كان خطيراً لا يجب أن يبرر أي شخص هذه الظروف بمفرده دون إجراء تحقيق دقيق لقد توصل تحيئة الطيران المدني إلى نتيجة هي أن مصنع 737 يحتاج إلى فحص شامل مراقبته عن كثب من قبل السلطات التنظيمية القرار وبحسب مطلعين سيلحق مزيداً من الخسائر لشركة صناعة الطائرات العملاقة الأمريكية وهي التي تواصل أسهمها بالتراجع ونتائج أرباحها الأخيرة جاءت مخيبة لأمال الكثيرين فيما شكل شراء شركة طيران يونيتد الأمريكية لعدة طائرات من نوع إيرباس مؤخراً ضربة أخرى مدوية للشركة قرار شركة طيران العالمية بوقف شراء وتشغيل طائرات بوينج 737 ماكس كان صداه مدوياً بالنسبة للشركة التي تحاول اليوم لملمة حطام خسائرها والعودة إلى السوق بشكل قوي سيد إبراهيم للإخبارية نيويورك